للأسف مؤخراً ظهر بعض المصطلحات التحكمية الغريبة مصطلحات الغرض من خلالها إنك تداري على أخطاء فجة في مختلف المباريات وأنا هنا مش باتكلم على مباريات النادي الأهلي بس ده معظم مباريات الدوري العام فيها أخطاء غريبة وحقول لكم بالأدلة تمام؟ فالمصطلحات الغريبة دي هي مزيد من الفشل هي نتاج عن مزيد من الفشل وعدم توافر الجوانب التطويرية الصحيحة اللي بتتمثل في من هم يديرون التحكم في مصر حلو حلو مصطلحات زي إيه؟ أول حاجة مصطلح الاحتواء كلنا عارفين مصطلح الاحتواء ده من ساعة مباراة الخمسة تلاتة بتاعة الأهلي والزمالك في بداية الموسم المصطلح التاني وجديد قوي بصراحة واللي بيدحكني جداً والله ما بهذر بيدحكني بيدحكني بجد كل ما أسمع المصطلح ده أدحك وهو مصطلح روح البروتوكول روح البروتوكول حاجة منتهى الغرابة ومنتهى الاستفزاز وحاجة صعبة جداً لما يبقى مسؤول من المفترض وهو له كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي من المفترض أنه هو يكون مسؤول بمعنى الكلمة عن تصرحاته وما يكابرش ومن المفترض أنه هو ما يدفعش على الفاضي والمليان ومفترض أنه هو يبقى فيه خطأ يقول يا جماعة فعلاً ده فيه خطأ وإحنا حنحاول نعالجه بدل ما يطلع يعاني كل الدنيا بكل خبراء التحكيم ويقول لا إحنا اللي صح وإنتوا اللي غلط وحقول لكم برضو زي إيه كابتن عصام الفتاح بجد بجد يا كابتن عصام تصرحاتها غريبة جداً بجد يا كابتن عصام مصطلحتك أغرب بكتير أغرب بكتير وإحنا كتير قوي أنا عن نفسي والله بجد أنا زهقت من كامعة التحكيم في الكرة المصرية زهقت لأن نتكلمنا كتير ومش أنا بس البرامج في قناة الأهل البرامج في مختلف القناة الأخرى كله تكلم عن التحكيم إيه اللي بيحصل إيه اللي بيتطور ما فيش أي حاجة كابتن عصام فتاح اللي هو من المفترض بقاله ست سنين على كيادة الخاصة بإدارة التحكيم في مصر وعلى كمان متواجد في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اللي جاني للتحكيم من المفترض إن احنا نلمس بعد هذه السنوات ولو جزء بسيط من التطور في المنظومة التحكمية ولو جزء بسيط بس ناخد بالنا منه بس نحسه حتى هل حضرتك اللي بتفرج عليه حسيت بحاجة زي كده لمست أي تطور في أداء الحكام في مصر لا بل بالعكس بنشوف أخطاء ما ينفعش تحصل أصلا والأزيد من كده إن بيبقى فيه دفاع من رئيس لجلة الحكام عن هذه الأخطاء فأنا مستغرب ومشانا بس مصر كلها مستغرب لما حالة زي بتاعت الكابتن أمين عمر فموبرات الأهلي والبنك الأهلي تخصرك نقطتين في صراع المنافسة على طولة الدوري ومش هي تي بس حالات كتير جدا فيبقى الحل إيه طب نعمل إيه